ضم لنا في الستيديو لأستاذ مشعل الشريف المحامي والمستشار القانونية هلو سهل فيك سيد مشعل معنا في أم بيسي في أسبوع حياك الله يعني بداية نبغى نحكي عن هذا القانون القانون التحرش ماذا يعني وما هي أيضا أهميته في ردع المتجاوزين وقراءتك القانونية له أول حاجة بالنسبة للقانون التحرش أو نظام مكافحة التحرش نذكركم بيننا صدر في شهر 9 عام 1439 وتم تعديله في شهر 5 1442 بإضافة نقطة التي هي مسألة التشهير ونرجع لها إن شاء الله بالنسبة لنصة المادة الأولى في نظام مكافحة التحرش على أن التحرش يقصد به أي قول أو فعل يصدر من شخص الشخص آخر ذات مدلول جنسي يمس كرامته أو يمس جسده أو عرضه أو يخدش بالحياء سواء كان بأي وسيلة كانت أو مستخدمة في ذلك أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة فهذا باختصار تعريف الذي هو التحرش بشكل عام الذي يقصد فيه معاقبته على الجريمة التي تصدر من الشخص نفسه بالنسبة للموضوع التشهير الذي أضيف في النقطة الأخيرة هذا صدر طبعا في شهر الذي هو خمسة عام الفرمانيين وعشرين وجد من الأفضل ومن المسلحة العامة أنه يضاف اللي هو مسألة التشهير بالمجني طبعا ليست على إطلاقها كاملا وإنما تكون ذات حالات محددة يحددها الشرع وتكون متضمنة اللي هو الحكم أو صك الحكم يعني ليست على إطلاقها بالكامل هذه ترجع للحاكم الشرعي اللي هو المحكمة اللي تصدر هل يكون في تشهير أو بالمتحرش أو لا على حسب الجرم والجرمة التي قام باقترافها بالنسبة للموضوع يعني أنا حقيقة شفت يعني كثير يتكلمون عن موضوع التحرش بشكل عام بخصوص اللي يقول مثلا إذا جاك انتبه إذا جاك فيس قلب حب مثلا ترى هذا تحرش يعني إذا أنت أرسلت عفوا أو يعني على أمور أخرى يعني أنا بالنسبة لي أنا ما أدري عن مسألة هذه هل هم وضحوها أكثر ليست على أطلاقها لأن اللي أبغى وضحها يعني مو معناتها أنا بالنسبة لي إذا جيت أرسل مثلا لشخص آخر أو طرف آخر فيس قلب حب مثلا أن هذا تحرش لا هذه ترجع للمحادثة أو للحوار اللي الجري مع الطرف الآخر سياق الحوار سياق الحوار هذه اللي تنص عليها يعني هي باختصار يعني هي معروف عندنا إحنا موجود في السعودية أنه لابد يكون فيه قصد جنائي فيه تعمل جنائي واضح طيب قبل ما ندخل في هالتفاصيل يا مشاهل الكل يعرف لأنه مهما كان فيه قانون رادع وحاسم لكن الإبلاغ منذ النقطة الأولى عن التحرش يبدأ من المتضرر متحرش فيه وش أهمية لأنه يكون فيه مبادرة يكون فيه واعي عند الأطراف المتضررة عشان تبدأ المرحلة لإنهاء وحسم التحرش بالنسبة لنظام التحرش أول حاجة كفل للشخص المتضرر حمايته وعدم إخراج أو يعني أنه هويته تخرج للعلن يعني بالمحافظة على السرية هذا أولا الشيء الثاني إحنا الكثير ينقسمون أنا في وجهة نظري المتضررين ينقسمون قسمين بعضهم يقول أنا ما عندي أدلة كافية والبعض منهم يقول أنا أخاف من الشخص أو من الطرف الآخر أو يعني زي ما يقولون ما عنده وعي كافي بالأمر هذا فإحنا ممكن نوعي المجتمع وش نقول لهم نقول لهم بشكل عام بالنسبة لأي شخص متحرش هذا طبعا ما موجود في علم النفس مش سحيل إنه يجيك متحرش يتحرش مرة واحدة ويسكت صح ولا لا فهكيد إنه سيكرر ويبادر فإحنا نقول للشخص المتضرر احفظ حقك يعني قو نفسك بالأدلة بالبراهين اجمع عليه اجمع عليه طبعا فيه معلومة يعني غلط عند كثير من الناس يعني فيه ناس يتكلمون يقول التصوير إن أنا إذا صورت إنه ممنوع نظاما المقصود بالماء باللي هو التصوير أو إنك توجد لك الدليل هذا المقصود فيه اللي هو إنك إذا صورت شيء أو صورت شخص ورحت نشرته أما إذا أنت أوجدت لنفسك دليل حتى تقدمه للجهات الأمنية بدون نشرة خلاص هذا معلك أي حاجة واضح نعم